ماذا نقرأ في الخطبة القاصعة من خطب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يحدثنا عن اللحظات الأولى من البعثة المحمدية الشريفة وأنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 219 هذه الخطبة هي الخطبة القاصعة والتي رقمها 192 ماذا يقول أمير المؤمنين بعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى من كل الذي جرى في تفاصيل مراسم وإجراءات بداية البعثة النبوية المحمدية فبعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى رسول الله يقول له والذي ينقل لنا أمير المؤمنين في خطبته القاصعة في نهج البلاغة الشريف قال له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي هناك خصوصية عندي أنا محمد هذه الخصوصية تخصني وأنت لك خصوصيتك يا علي ولكنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى النبي يتحدث بشكل مطلق لا يتحدث عن حادثة بعينها فعلي يسمع ما يسمعه النبي ويرى ما يراه النبي وكذلك فاطمة وحديث الكساء الذي مر علينا كان مثالا واضحا لهذه الحقيقة إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لذا في مرحلة التأويل كان مصدرنا في التفسير علي لذا في مرحلة التأويل كان مصدرنا في التفسير علي صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان محمد صلى الله عليه وآله مصدرنا في التفسير في مرحلة التنزيل والأمر هو هو لو كان علي في مرحلة التنزيل لكان مصدرا لتفسيرنا ولو كان محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التأويل لكان مصدرا لتفسيرنا محمد هو علي وعلي هو محمد إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وهذا المضمون هو هو الذي في الآية الحادية والستين من سورة آل عمران إنها آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وقلبك قلبي وحين نزل الوحي على قلبي فإنه نزل على قلبك إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى حينما نذهب إلى الآية السابعة والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فإنه نزله على قلبك بإذن الله المضامين هي هي وحين نقرأ في الآية الحادية والستين بعد البسملة من آل عمران وأنفسنا وأنفسكم وإنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى فكان محمد يفسر القرآن في مرحلة التنزيل وهي مقدمة مقدمة بعثة محمد الحقيقية في دولته العظمى هناك يظهر الله دين محمد على الدين كله هناك تبسط ولاية محمد صلى الله عليه وآله في كل مكان يمكن أن تبسط فيه ولاية أعتقد أن المضامين واضحة واضحة جدا هل تبسط